ملف المحاسبة الدولية بحق شخصيات في سلطة الاسد يعود للواجهة من جديد وهذه المرة من واشنطن التي اعلنت استعدادها لبدء محاكمة جميل الحسن رئيس المخابرات الجوية وعلي مملوك رئيس مكتب الامن الوطني التابعين لسلطة الاسد على خلفية تورطهما بتعذيب واعدام الناشطة الامريكية من اصل سوري ليلى شويكاني صحيفة نيويورك تايمز الامريكية قالت ان مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI يبني قضية ضد جميل الحسن وعلي مملوك وهي اول مرة يتم فيها اتهم مسؤولين كبار في سلطة الاسد بارتكاب انتهاكات حقوق الانسان التي نفى الاسد طويلا استخدامها لاسكات معارضيه من السوريين وعلى الرغم من عدم احتمال القبض على الحسن ومملوك فان الحكم بادانتهما وفق صحيفة ذاتها سيشير الى ان الولايات المتحدة تهدف لمحاسبة سلطة الاسد خاصة وقد سبق ان فرضت عقوبات على الاسد ومقربيه بما في ذلك مملوك والحسن بسبب ارتكابهم جرائم مثل العنف ضد المدنيين بحسب الصحيفة تعرضت ليلى شويكاني لتعذيب وحشي في احد المعتقلات بسوريا واجبرت على الاعتراف بجرائم لم ترتكبها ثم امر باعدامها اواخر عام 2016 وحينها قضية شويكاني لم تلقى اهتماما امريكيا بنفس المستوى الذي حظي به مواطنون امريكيون تعرضوا لانتهاكات في سوريا ليست المرة الاولى التي ترد فيها هذه الاسماء على لائحة المحاسبة اذ وجه القضاء الفرنسي تهم التواطئ في الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب ضد مملوك والحسن والعميد عبدالسلام محمود رئيس فرع التحقيق في ادارة المخابرات الجوية لتورطهم بقتل الفرنسيين السوريين مازين الدباغ وباتريك الدباغ تحت التعذيب عام 2013 ورغم تقديم عدد من الضباط في سلطة الاسد للمحاكمة في دول عدة تبقى هذه الجهود على نطاق ضيق امام حجم الانتهاكات المرتكبة والموثقة لدى الجهات الحقوقية المحلية والدولية على مدى 12 عاما